عايز لقطة انا اتكلم فيها بيتم تناولها في الاعلام الرياضي احنا كلنا اشادنا بمنتخب مصر اشادنا بقوة بمنتخب مصر وكنا سعداء للغاية بمشوار الوصول للنهائي وكنا خلف الفريق تماما لكن رفقا رفقا باسم مصر دي الصورة لمحمد صلاح كابتن منتخب مصر يعني لو كان في بعض الانتقادات وجهت لمحمد صلاح في اوقات من البطولة اعتقد الصورة دي بتوضح قد ايه محمد صلاح مازال عايش اجواء خسارة اللقب لان محمد صلاح كابتن منتخب مصر عارف كويس قوي ان البطولة اللي انت حاصل فيها على سبع نجوم لما تيجي تخسرها لما تيجي تخسرها يكون في حالة حزن خاصة لما يكون المنتخب اللي فاس بيها هو اللي هيواجهك في تصفيات كاس العالم واول مرة يحصل عليها فرفقا بنجوم منتخب مصر اشدنا بيهم لكن موضوع اللقاءات يا فارس صحفية ونجيب لاعب نبدأ نقول التفاف واجيب اللعب اسأله اقول له انت عايز مين افضل انت عايز اللعب اللي في الاهل الافضل او اللعب في الزمالك فاللعب غزبن عنه هيقول اللعب اللي انا ما اتمرن معاه اتمرن معاه فييجي يقول لك ايه واللعب نفسه قال له انت هتمشه لي اهل والزمالك ليه فامور تم معالجتها من وجهة نظري بشكل في تحفظ من الاعلام الرياضي واكيد لك برضو تدلو بدا الوقت لا انا متفق بس عندي تخوف تاني انا كنت بشوف المنظر بتاعت ريزي جي صلاح دلوقتي محمد عبد المنعم كتير جدا من اللاعبين وشكل البادي لانجوج بتاعتهم وحمد فتح وحمد فتح شكل مشاعرهم كنت بقول دي ترنينج بوينت بتاعة الماتش بتاعة السنغال رايح جاي اللي حصل والنشوة وان احنا كأننا ما اصرناش وان الدنيا تمام ده خوفني على مباراة السنغال ورجعني نفسيا للتخوف اللي كان عندي قبل ما نلعب نهائي كاس الأمة اتمنى تخوفي ما يكونش مظبوط اتمنى لعبي منتخب مصر ياخدوا صورة محمد صلاح اللي طبعا تم استقباله النهاردة من جمهير ليفربول افضل استقبال وكلوب بيحاول يستعيد نفسية محمد صلاح مرة اخرى وحاذر جدا في التعامل معاه نتمنى لعبي منتخب مصر اللي كانوا بيقولوا مش هنسيب حقنا يكون ده على ارض الملعب هوى مش بالكلام ولا بعبرات رنانا